في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعا كارثيا مع حكومة كييف ومع الغرب اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا وهما دونتسك ولوهانز وعقب ذلك مر بوتين الجيش بما أسماه بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا التين اعترف باستقلالهما وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن عددا من العربات العسكرية تشمل دبابات دخلت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى ضواحي دونتسك عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا وفي خطاب استمر 65 دقيقة لما حبوت أكثر من مرة إلى أن أوكرانيا هي تاريخيا جزء من روسيا وسارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرد عبر الإعلان عن فرض عقوبات على المنطقتين والتواعد بعقوبات إضافية عند الضرورة وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحضر على الأمريكيين القيام بأي عمليات جديدة استثمارية أو تجارية أو تمويلية إلى أو من أو داخل ما يسمى جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية في أوكرانيا وقبلت الخطوة الروسية بتنديدات غربية إذ اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنها تضعف الجهود الرامية لحل النزاع وتنتهك اتفاقية مينسك التي تعد روسيا طرفا فيها كما وصفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنها انتهاك صارخ لسيادة وسلامة أوكرانيا ويخيم قرار موسكو المفاجئ والحاسم على الجهود الدبلوماسية الساعية لتخفيف حدة توتر مستمر منذ عدة أسابيع الأخلفية المخاوف من أن روسيا تخطط لغزو جارتها الموالية للغرب وبينما تعهدت القوى الغربية بفرض عقوبات قاسية على موسكو إذا غزت جارتها إلى أنها لم توضح كيف سترد على الاعتراف بالانفصاليين اشتركوا في القناة